في زيارة مشتركة زي ما حضرتك عارف لرئيس وزراء أسبانيا وبلجيكا لقاهرة ثم تطورت الزيارة فكانت أيضا لمعبر رفح وبدأنا نسمع جمل وتصريحات ومصطلحات لم نكن نتوقع أن نسمعها من زعماء ورؤساء حكومات في أوروبا معنا على التليفون ساتة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أهلا بحضرتك يا فن أهلا يا أستاذ يوسف يمكن بالتحديد بتكلم على زيارة رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الوزراء الأسباني ما بين القاهرة وما بين رفح واستخدام لغة لم نكن نعهادها على الأوروبيين من قبل طبعا أهمية زيارة يا أستاذ يوسف أن الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وهي دولة أسبانيا رئيس وزراءها بزور مصر والرئيس القادم للاتحاد الأوروبي وهو رئيس وزراء بلجيكا كان أيضا في زيارة لمصر مصر بموقعها ومسؤوليتها الإقليمية زي محضرتك في المقدمة باتت محطا لاستقبال قادة وزعماء العالم إدراكت منهم أن مصر تبحث بالفعل عن أمن واستقرار المنطقة وعن مصالح الشعب الفلسطيني وعن الخروج من هذه المأساة الإنسانية بالشكل الذي لا يعيد هذا المشهد للتكرار من خلال البحث عن أولا إدخال مساعدات مستدامة ووقف مستدام لإطلاق النار انتقالا من هذه الهدنة التي سهمت فيها مصر وشركتها قطر والولايات المتحدة شركاء هذا التفاوض ولكن بكل التأكيد أن مصر القادرة على أن تحفظ الحق الفلسطيني واقترح الحيد الرئيس في جلسات مباحثاته في المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء أسبانيا وبلجيكا رؤية للتقدم نحو دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار الخروج عن نمط التفاوض التقليدي لإقامة مؤتمرات للسلام تخرج وبلا تحقيق لهدف حل الدولتين عبر 30 عاما تم تجربة هذا المصار وعلينا الآن أن نفعى كما ذكر السيد الرئيس لاعتراض بدولة فلسطين في الأمم المتحدة يقود لمرحلة انتقالية تنشأ فيها الدولة الفلسطينية ويمكن أن تكون منزوعة السلاح وبها قوات دولية أي أن السيد الرئيس يسعى للوصول لحل الدولتين من أقرب طريقها والاعتراف المباشر في الأمم المتحدة والانتقال لمرحلة يتم فيها تثبيت أوضاع أبنائنا في غزة والدفة الغربية على أرضهم تحت رعاية دولية لا تؤدي لعملية القتل العمدي اليومي المتواصل سواء في الضفة أو ما شاهدناه عبر 45 يوم من الجرائم الإنسانية التي ينبغي أن تحكم عليها دولة إسرائيل طيب سعد سفير حدثك تشوف أن هذه الهدنة قابلة للتمديد أو أنها قد تمتد إلى أجل أطول حتى من أن نصفها بهدنة وصولا إلى الجلوس لبحث وخلق مشاورات سياسية قد تؤدي إلى طاولة مفاوضات حل الدولتين؟ فنحتاج لجهود جميع الأطراف مصر بثقالها الدول العربية بات التأثير على المشهد فنحتاج لأخدقاء إسرائيل أو المتواطئين مع إسرائيل للضغط عليها حتى يتم استدراج المشهد إلى مرحلة البيمومة والاستمرارية في وقف إطلاق مار مستدام بكل تأكيد المشهد الحالي في ظل حكومة إسرائيلية الماينسات طريقة تفكرها العصبي الانتقامي الغير أخلاقي لابد أن نسعى من خلال مجموعة دول أصدقاء إسرائيل للضغط عليها لإنزالها من غلواء موقفها إلى أرض الواقع الواقع الذي يقول أنه لا يمكن تحقيق الهدفين التي اعتمدت عليهم إسرائيل وفعت لتحقيقهم عبر 45 يوم من القتل والإبادة الجماعية جريمة مكتملة الأركان ولم تحقق له الهدف الأول بالقضاء على حماس وتفاوضت معها ولم تحقق الهدف الثاني بالإفراج عن الأسرة والطرق العسكرية ولكنه بالطرق التفاوضية نبدأ بالإفراج عن هذا العدد ثم ننتقل لمد كما تفعى مصر حاليا لمد هذه الهدنة المحطة ومنها لإفراج آخر ومد هدنة يمكن أن نخلص المساحة النفسية التي يتم بها تحديقة الأوضاع ودخول أطراف دولية من أجل البحث عن الإطار السياسي الذي سيتم فيه إقامة حل الدولتين بالشكل الذي تستطيع فيه دولة فلسطين أن تنشأ في المنطقة وتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وننتقل بالإقليم لمرحلة أخرى من التعاون والسنة نظيم جدا أنا أشكرك جدا سات السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق الأسبق